نعود لمناقشة قضيتنا واخترنا أنه يكون ضيوف المناقشة كلهم من الشباب المنتمين لقوة مختلفة وأحزاب مختلفة لكن كمان معنا الدكتور محمد مجدي عبداليوهاب لأنه كمان أساتذة الجامعات يتحدثون عن اختطاف الجامعات وكيف يمكن حماية الجامعة بس خليني أبدأ بعلاء هنا علاء ليه طلاب حزب الدستور تحديداً يعني حتى لما أعلن الدكتور جابر نصار أنه لا للعمل الحزبي داخل الجامعات وقفتم ضده لماذا تقفونا ضد العمل الحزبي داخل الجامعات؟ بسم الله الرحيم طبعاً بالنسبة للعمل الحزبي إحنا من أحد مكتسبات الثورة أن الجامعات ابتدت تتنفس حرية شوية أن الطلاب ابتدوا يعبروا عن قراءهم بشكل سلمي بشكل كويس بشكل حضاري الطلاب حزب الدستور مع القوة الثانية قدرت أن هي تسيطر على اتحاد الطلاب السنة اللي فاتت التحاد كان أيام نظام الإخوان وأحد الأسباب أن هي سيطرت على الطلاب ده لأن بسبب توجهتهم الناس عارفة توجهتهم طالب ده من حزب الدستور طالب ده مثلا من طيار الشعبي المصر القوية فإحنا شايفين لا يعني الطلاب بينجح لأنه ينتمي الحزب الدستور لا وبينجح بينجح في الانتخابات ولا بينجح لأنه الناس شايفة أنه يستطيع أنه يعالج مشاكل الطلبة وداخل الجامعة أكيد طبعاً شايفين أنه يقدر يعالج المشاكل بس برضو بأحد العوامل المؤثرة هي التوجه بتاعه نعمل ده في انتخابات مجلس الشعب إنما حول الجامعة لساحة للصراعات السياسية يعني حزب الدستور لو متخانق مع التجمع يتخانقوا جوه الجامعة حزب الوفد لو متخانق مع الدستور نحولها داخل الجامعة لساحة للصراعات الحزبية الله أولاً الأحداث الفترة اللي فاتت ما كانش فيه أي صراعات بين أحزاب جوه الجامعة لا كان فيه كان فين؟ الجماعة الإخوان يستغلون هذا الوضع تماماً طالما أنت هتسمح به لو وضعت قواعد الإخوان هم القوى المنظمة فبتستغل ده تمام بس طلاب الإخوان عندهم بيعملوا المظاهرات بتاعتهم وبيشتبكوا مع الداخلية مع البتاع لكن ما كانش فيش تباك بين مثلاً حزبين أو قوتين مختلفتين جوه الجامعة لا حصل حصل ما بين بعض الحزبية داخل في عدد كبير من الجامعة حصل مشاكل ممكن بعض المناوشات بس ما وصلتش الدرجة أنتو مثلاً أحياناً بتهتفوا يسقط يسقط حكم العسكر حيطلع واحد تاني شايف أنه هذا الشعار فيه إهانة للقوات المسلحة والجيش فهيدخل ضدك يا خاين يا عميل وحندخل بقى في صدمات داخل الجامعة تمام مظبوط حصلتك بس برضو الموضوع ده يعني ما حصلش ما حصلش أنه فيه اختلاف جامد أو اختلاف اللي هو يؤدي لحاجة زي ما أنا العمل الحزبي جوه الجامعة طيب يعني أنت مؤيد للعمل الحزبي داخل الجامعة مظبوط عمل الحزبي والعمل السياسي بشكلها العمل السياسي يصبح أشكال مختلفة يعني فيه عمل وطني العمل الحزبي وإنك تقول كده تقدم نفسك إنك حزب الدستور في الجامعة أنا ما هي مش مشكلة يعني ما ما فيش اختلاف بينهم بين ده أو بين العمل السياسي بس كده كده إنت لما بتعمل سياسة إنت بيكون لك توجه معين توجه تبع حاجة أو تبع حد فمش مش غلط إن انت تبين التوجه ده إخلع ردائك الحزبي أول ما تدخل الجامعة إخلعهم وليه برد أنا يعني أنا مش شايف مشاكل حصلت جامدة بسبب الموضوع ده يا إيه دان إختتاف الجامعات بهذا الشكل جامعة أخطفت والعنف انتشر فيها بشكل كبير حارك ده لي علاقة موقف سياسي معين يعني مظاهرة طلاب بيعملوها الأمن بيتدخل بيحصل إشتباكات متأه авuran مالتآ يتحلف تحليف مع الإخوان في بعض المواقف لا يسكت حكم العسكر ده موقف ممكن أن نكون متفقين مع بعض في النقطة لكننا مختلفين اختلاف جزري ولا بيكون فيه تنسيق مع بعض ولا اتفاعلت مع بعض